في حلقة النهاردة يكون بخصوص شاشة LG هنتكلم مع بعض ازاي تعمل ضبط المصنع للشاشة لو انت عملت ضبط المصنع هتمسح كل حاجة والشاشة هترجعلك على الوضع الافتراضي كأنك لسه شبهة دلوقتي حالا نفترض انت عامل قنوات ونفترض انت منزلت طبقات كل ده هيتحزف فنصيحة قبل ما تعمل ضبط المصنع هتعمل ايه هتنسخ القنوات بتاعتك على فلاشة ودعم الناف شرحة تفصيلي هسيبولك الفيديو ده في صندوق الوصف ازاي تنسخ القنوات اللي انت عملتها على فلاشة وده الحاجة رقم واحد الحاجة رقم اثنين لو انت عملت ضبط مصنع كل التطبيقات اللي انت عملتها هتتحزف هل ينفع انقل التطبيقات على فلاشة لو الشاشة بتاعتك اندوريد ده متاح لكن لو الشاشة سمارت ده غير متاح طيب اول حاجة هتعملها هتدوس على في اللي هو الاعدادات الزرار اللي عليه علامة هتضغط عليه الفيديو اللي كان شغال دلوقتي اسمه العرض التوضيح للمتجر العرض التوضيح للمتجر لو انت عايز توصل للفيديو ده في حين مسلا عندك مجموعة من الاصدقاء في البيت عايز تعرض قدامهم من لازر طبعية هقولك ازاي توصلوا هتختار بعد كده جميع الاعدادات هنتكلم في الاول ازاي توصل للفيديو حاجة عند كلمة عام بقف عليها وبعد كده بحود يمين بختار اعدادات اضافية هتنزل تحت خالص وضع الاستخدام هتخليه وضع المتجر دلو انت عايز الفيديو ده يشتغل قدام اصدقائك اللي موجودين في البيت او قدام العيلة لو انت اختفت الوضع ده ايه اللي هيحصل كل ما تتفرج على اي حاجة في التلفزيون نفترض مسلسل او فيلم وبيموت انت مش بتعمل في اي حاجة انت في وضع السكون اهو اللي هيحصل هيخرج لك من القناة ويروح على الفيديو اللي هو المنظر الطبيعي فبالتالي الوضع ده انت بتعمله لو انت عايز تروح على المنظر الطبيعي عايز تلغي هتختار وضع الاستخدام المنزلي اغلى من الناس بتقول ان عايز الغي الاشعارات مش كل شيء يروح على الفيديو هتختار وضع الاستخدام المنزلي ودي الحاجة رقم واحد في الفيديو بتاعنار ده الحاجة رقم اثنين هديجا على كلمة الدعم وتقف عليها وبعد كده تحود يمين هتختار إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية مجرد ما قفت عليها بيقولك لو أنت اخترت الإختيار ده كل حاجة موجودة في الشاشة هترجع على الوضع الافتراضي كل حاجة موجودة على التلفاز هترجع إلى الإعدادات المبدئية أو الإعدادات الافتراضية هضغط هنا بعد كده بيطلب مني أدخل الباسورد 4 تصفار لو أنت عاستغير الباسورد بتاع الشاشة هسيب لك في صندوق الوصف فيديو شرح تفصيلي وكذلك في أول تعليم مسبدة هكتب 4 تصفار 0 0 0 0 وبعد كده هدوس على موافقة بيطلب مني هنا سيؤدي إعادة الضبط إلى حسف كل إعدادات حسابك والتطبيعة المسبدة لا يمكن الترجع عن هذا الإجراء هل تريد المتابعة هدوس على موافقة كده كل حاجة هتتحذف والشاشة هترجع عليك زي ما انت اشتريتها بالضبط عندك أي سفصار اكتب لي في التعليقات إن شاء الله هرد عليك ولو لست جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس على الكل ليصلك كل جديد كان معكم مجدي عبدالغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته